الشعب المصري شهد كثيرا وعايش أكثر لحظات مهمة في عمره وسيرة ومسيرة رؤسائه وعلاقتهم بالشعب علاقة الرؤساء بالشعب والأمة طبعا في لحظات بتبقى شديدة الإنسانية ولحظات شديدة الدقة ولحظات شديدة الإثارة والإعجاب والتعجب يعني احنا شفنا إنسانيات تمضي في طريق الرئاسات وشفنا مثلا جمال عبد الناصر ولهذا الوعي قائما لدى كثير من من عايشوا من كبار السن وايضا ممن صحبوا تجربته وممن يعني اهتم بملاحقة تاريخ ومشاهد وصور وحياة الرئيس عبد الناصر فلتزال المشاهد حاضرة بقوة حتى في الزاكرة السينبائية والزاكرة السياسية لعشرات الألوف من المصريين وهم بيخرجوا في محطات القطارات لاستقبال عبد الناصر أو للسلام عليه أو لتهنقته أثناء سيروا بالقطار مع ضيف لمصر قادم إليها للزيارة أو من خلال استعراض شعبية عبد الناصر في الشارع المصري فلاقي مشاهد مذهلة يعني تلاقي فيه مشاهد فيه صور يعني ازاي ناس في محطة القطار بتجري مع سرعة القطار وتكاد تدهسها عجلات القطار لمجرد انها تحيي عبد الناصر وتلمسه ازاي انه فيه كتير من الصور لعساكر شبان أو لعواجيز فلاحين وهم متشبسين بكتف عبد الناصر وبينزلوه من الشباك القطر عشان يبوسوه في مشهد مليء بالحب والحنوم ومشهد مثير للإعجاب جدا بانه قد ايه هذا الرجل كان موضع غرام المصريين وعشق المصريين في لحظة وضعوا أملهم كله كله على كتف وحمولة هذا الرجل فالمشاهد أثيرة عديدة هتلاقي كمان من المشاهد المؤثرة جدا مشهد خطاب عبد الناصر خطاب التنحي اللي كان فيه جمال عبد الناصر يحاول بكل ما يملك من كبرياء وكرامة انه يحافظ على ما تبقى من مجده وهو يعلن هزمته وانكساره ورحيله ودي كان موقف من المواقف اللي تفاعلت الشعب المصري أو تفاعلت جموع الشعب المصري معها وخرجت بالألاف ثم بالملايين تطالبه بالبقاء في قرار الحقيقة اعتقد ان احنا محتاجين ندرسه تاريخيا وندرسه اجتماعيا ولم يدرس حتى الان واكمل اشياء في مصر عبرت دون ان يدرسها احد ودون ان يهتم احد بدراستها وبقرائتها فربما بنكرر اخطائها وبنكرر مشاكلها طبق الاصل لان انا لم نتعلم يعني وكاننا عندنا فقد للذكرة مشاهد طبعا ودع عبد الناصر كانت مشاهد مهيبة رهيبة ولا تزال حاضرة الزاكرة البصرية لألاف المصريين وهم فوق عربات القطار ويملؤون كل سنتيمتر في القطار انطلاقا الى جنازة عبد الناصر في القاهرة الى مشاهد الجنازات الرهيبة الهائلة في كل يعني انحاء مصر حزنا على عبد الناصر هتلاقي مشاهد مؤثر جدا للرئيس انور السادات وهو يعني يدمع ويحاول ان يعني يجمع دموعه بين منديله الاب ان يضفاف منديله الابيض يعني وحزنا على عبد الناصر وهو ينعاه وهو يخطب في المكان الذي كان يخطب فيه وهو ينحني امام تمثال جمال عبد الناصر في بداية خدمته الشهيرة لعلان رئاسته في كل هذه المشاهد عن انور السادات لهو مشاهد اثيرة جدا عند المصريين مشاهد عادته في الريف التقاء الفلاحين بيه اساسا اول رئيس مصري اول رئيس مصري وتقريبا اخر رئيس مصري شفناه بالجلباب البلدي مش بالجلبية الصيني اللي بقولوا عليها لا يمكنه عن الجلباب المصري الزي الشعب المصري الحقيقي الزي الريفي بتاعنا يمكن رئيس الوحيد حتى الاي اللي شفنا عبد الناصر مشاهد يعني خارج اللبس الرسمي يعني اللبس الرياضة ولبس الاحرام والحاجات دي انما كم ريف كم عمضة مصري يعني هو رئيس انور السادات فقط وكان رئيس انور السادات برضو له حكاياته الريفية اللي كانت موضع تأثير شديد عن قطاعات واسعة من المصريين يعني ولازال لا يدينا طبع المشهد الحزين الخاص برئيس مبارك وهو بيعلن انه ما كانش يحب ابدا يبقى بمكان انور السادات بعد رحيله ويبكي من المشاهد المؤسرة جدا لرئيس مبارك حيث كان رجل صلبا يعني ولا تظهر دموعه ببساطة ان ظهرت اصلا فلما كان في موقف شديد زي ده كان الدموع يعني انسانية كان شيء مؤسر للغاية وفي مشاهد كتير برضو يحفظها المصريون لرئيس المبارك في جولاته في المصانع وكلامه مع العمال بعض من مشاهد المدعبات المشتركة بينه بين جمهور خطب من الخطب والجملة والتقليدية الشهيرة بتاعة يعني منحة ريس وما الى ذلك كمان فيه مشهد الاخير للرئيس حسن مبارك مشهد الخطاب اللي قاله في واحد فبراير وقال دي كان خطاب مؤثر عند قطاع كمير المصريين وبيتكلم على انه يريد ان يموت هنا في مصر وانه يدفن في وطنه وانه قتل من اجله وانه يموت من اجله وذي كانت مشاعر شديدة الرهافة والصفاء النفسي والحالة يعني جعلت المصريين حتى الذين كانوا يعارضونها وصاعتها ويطلبون رحيلها ومتعطفين عن حالة الانسانية يعني القائد من قوات مصر فالمشاهد الانسانية كثيرة احنا كمان شفنا مع رئيس سيسي في اكتر من مشهد رئيس سيسي برق من الرئيساء اللي لا يخفي دموعه ومعندوش مشكلة خالص انه تأثره بالمشهد الانساني يطفر دمعة وما يتوقفش عنده النقطة دي ولا يراها موقف ضعف في نفس الوقت حواراته مع الناس ولقاءاته مع الناس مفتوح في احيانا كثيرة يعني الكلام بوده وبتباسط لكن الحقيقة كمان مشاهده في الشارع وانه يلتقي الناس ويكلمهم مشاهد عملها رئيس سيسي اكتر من مرة وتعاملت مع رؤساء سابقين انوار السادات يعني وصل حد في الاسماعيلية بالعربية وقف له وخده ووصله في مشوار معاه مشاهد زي دي مشاهد جميلة لطيفة انسانية نحب وانا ود انها تبقى عنوان علاقة الحاكم بشعبه في مصر كمان بتخلي الرئيس جزء من المنظومة الشعبية والانسانية وانك انت واقف في الشارع متفاجأة تلاقي موقف واقف ورئيس بيينزل يسلم عليك ويتطمن عليك او لو انت بقع جائل او عبر هنا او هناك كل دي مشاهد زي مشاهد الاطفال اللي بيروحوا في استقبالات الرؤساء دايما يستقبلوا رئيس ودولوا الورد ويسلم عليهم ويبصوا بقى كم من في كل العالم مش في مصر بس اشتركوا في القناة